اشتركوا في القناة معنا حمو محسن مصفف الشعر صباح الخير حمو نهارك سعيد ومعنا كمان الموضل هبا فاروق وحمو هيورينا احدث تسريحات الشعر للعروسة مع هبا ان شاء الله حمو احدث تسريحات الشعر بالنسبة للعروسة سنة دي ايه هو والله هو الشينيو مكتسح قوي الفترة الاخيرة دياتنا هو فيه عرائس بتطلب بتبقى طلبة اكترية العروس بيبقى طلبين الشعر يبقى سعيد انتفهميني بس الموضة قوي اللي نازلة شينيو حاجة تبقى شينيو ملوكي حاجة قوية لازم شينيو جامد ايوان مش السمبل تمام ده اكتر حاجة ده المكتسح قوي الفترة دي والترحة مع الشينيو الجامد ده بتبقى مستحب ان تبقى طويلة ولا تبقى طرحة قسيرة مستحبة لما تبقى طرحة تقليدية يعني هو الجديد الفاشل اللي نازل المفروض الطرحة بتبقى طرحة تقليدية ممكن الطرحة نستغل لها يبقى فيها حركات اه يبقى فيها حركة ممكن نعملها على شكل فيونكا ممكن نعملها على شكل وردة يعني مش الطرحة التقليدية الطويلة اللي احنا متعاودين عليها زي زماني في اخر فترة برضو من الموضوع ان العرائس اكتريات العرائس بيشتكوا من ان الطرحة ما بيعرفوش تتحركوا في الفرحة بتقع وبتبقى حكماهم فلازم احنا عملنا بقى الموضوع دوت عملنا يعني تعديل للموضوع دوت فهنخلي هنعتمد اكتر على الشينيو يبقى الشينيو قوي هو ده اللي يدي الشكل والطرحة تبقى مكملة للشينيو تابو التاج بقى بالنسبة للتاج التاج موضة ولا مش مستحب ان احنا نلبس تاج السنية احنا ممكن نشوف اشكال التجان اللي معنا كمان هو التجان ديت انا عندي كازا حاجة من الحاجات الجديدة بالنسبة للدوت بالنسبة للتجان ديت دايلي على انهي على اي وش ولا على وش معين هو دوت يلي على اي وش بس بيحكمك الشينيو اللي انت عامله لو شينيو كبير ضخم ما ينفعش نحط حاجة لازم حاجة سمت لازم تبقى حاجة بسيطة جدا وممكن لو اقل كمان يبقى انسب لكن هنعمل حاجة كده اللي يبقى الشينيو يبقى بسيط يبقى عامة التسريحة تبقى بسيطة ده ممكن تبقى احنا ممكن نشتغل مع هبة ونشوف وتورينا احنا بنعمل اي مع التج يعني مثال مثلا معنا ده الشينيو عروسة ده اخر حاجة يعني من الشينيوهات المستحبة ده احدث حاجة الشينيو اللي انت عامله له هبة ايوان عشان هنعتمد فيه ان الطرحة تبقى بسيطة يعني متبقاش طرحة الجامدة وهل الطرحة لازم بيبقى واحدة من شكل الفستان متماشية مع الفستان بتركز برضو في النقطة دي ولا لا لازم طبعا يعني لازم تشوف فستان العروسة قبل ما تحدد شكل الطرحة بيكون شكل عامل زيك قبل بحدد عامة الشينيو اللي هتعمل لها ايه التسريحة الميكوب قبل اي حاجة لازم اشوف الاول شكلها اشوف الاول الفستان معيها وبعد كده من هنا بقى بيبني عليه هذا الاساس الشغري كله اللي انا بشتغل عليه معينا بالنسبة مثلا يعني معينا هبة هبة وشها طويل شوية ايوة اوكي فانت بتكسر الطول ده بان انت الشينيوم مش لفوق تمام قوي تمام من فوق شوية وبعرض من تحت على اساس اللي تحت يملم معي الوش الفيس معي فيملم الوش مايبانش طويل مايبانش طويل ولو عروسها شعراء وشها مدور يبقى مستحاب نتعمل الشينيوه بتاع شكله ايه بوسي هو الشينيوه اغلبية الشينيوهات تمشى على اي حد الشينيوهات بس الراكة بقى هنا في ايه في الفينش الشينيوه القصة بالنسبة للقصة القصة هل القصة مودة؟ القصة دي لا الفرانشة لا لا هذه الحاجات دي مش مودة مش مودة خالص المودة خالص ان الشعر كله يبقى بعيد عن الوش القصة من النص مودة قوي نازلة فشن قوي 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 السنة دي تفهميني تعملي القصة وتبقى طويلة ما تبقىش قصة سيارة قوي تمام تبقى القصة طويلة وتبقى مستحبة اكتر لو القصة تثابت في الفرح نعم ودي تعمل مع انهي وش انت مش عامل دالهب عشان هي وشها طويل تمام يمشي مع انهي وش بقى ان احنا نعمل شينيوه ونحنا نسيب القصة على جنب دي بيبقى مع الفيس المدور شوية لان القصة من النص بتطول بتطول الوش فبيبقى اغلبية الموضوع يبقى لازم مع وش طويق مدور تطول الوش شوية تمام طيب افرد عروسة جات قالت لك انا عايزة شعري النهاردة انا مش بحب لام شعري وانا لازم اسيب شعري فرحي ده ومش مودة انت بتحاول تقناعها انها ده مش مودة دلوقتي تقناع نقيل تقناعها بحاول انا اقناعها بفكري بأفكاري والله الاغلبية كمان اللي هم بيقتنعها بس بتعتمد اكتر عن المصفف اللي هي رايحة لك هم لما بيجي لك بقى عروسة شعرها قصير بتعمل معها ازاي بتركب اكستنشن او ازاي مع الشعر القصير اه لازم لازم حسب بقى ما هي طلبة لو هي عايزة حاجة عايزة شينيو فطبعا مش مش هينفعت شعرها عشان شعرها سير ما نعمل لها شينيو فطبعا بنصرف بنعمل لها وصلات زي اكستنشن بيتحط في الشعر وبنعمل لها اللي هي عايزة حسب برضو الشكل وستيلها هتبقى في اليوم دو هتعمل ازاي احنا هما بنقعد بنعمل اعداد طبعا على التسريحة وعلى الميك اوب وعلى الحاجات ديت ومن هنا بقى بنقرر احنا نعمل ايه وبنبدأ تنقص في عروسة مش بتحب تلبس تاج في عروسة بتحب تلبس ورد في شعرها هل الورد برضو موضة سنادي ولا مش موضة الورد بصي هو الورد عمره ما يبقى مش موضة حسنا لو فرح الصبح كمان الافراح دي تبقى مستحاب فيها جدا تلبس تاج بالورد يبقى يعني الموضوع يبقى جامل جدا طبعا والموضة قوي برضو ان الشينيو الشونيوهات القوية الجامدة تبقى لازم بتبقى بنهار ب73 بالنهار الشونيوهات الجامدة تبقى أحلى بالنهار يعني الشونيوهات القوية فيها بست doppي께서 بتبقى أحلى بالنهار علشان هيا بتحكومن abst divides before them ما تبقى له fifty ومعني الس excuse happen نعرف نتحرك يعني مثلا هوريكي حاجة مثلا وريني أطرحة للصبح هي بقيت الموضة دلوقت ان كتير من الناس بتعمل أفرحة بالنهار اه ودوا برضو سبب من الأسباب اللي خلتنا اللي احنا نفكر نبسط موضوع الطرحة دوت أكتر اللي احنا نشوفه لأن نشوفه شوفه إيه؟ يعني نشوفه حل بيجي لك عرائز كتير بتحب ان هي تغير في شكلها في الفرح تلبس طرحتين تغير تسريحة شعرها هو الاعتماد كله ما بيقاش طرح بيبقى صعب شوي ممكن تغير في شكل الطرحة تمام هو الاعتماد ما بيقاش على الطرحة بس الاعتماد بيبقى على اللون اللي هنعمله انتفهميني التسريحة نفسها اللي احنا نعملها هننفزها انتفهميني بس بيبقى أكتر الفاشن أكتر في اللون احنا عموما وبالاخص العروسة بنحتار في ألوان الشعر الموضة فعلينا نعرف منك ايه الموضة السندي بسي هو الموضة السندي الفاشن أو السندي الفواتح حتى في الشتاء؟ الصندرهات وابسي الفواتح عمرها متقدم ونزل بجد الفترة دي فاشن جدا 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 الصندرهات الفواتح اي حاجة فاتح وعلى اي فاس على اي وش وعلى اي نوع شعر بدرجاته يعني فيه شعر بيتعب من الشعر الفاتح يعني اي حد بتنصحه ان هو ممكن يعمل شعره فاتح والله لو مناسب اللي انا عمل لها اللون اوكي اعملها لها ممكن اللون يتعامل على مراحل يعني بيجي لي مثلا سياني مثلا بيجي لحد تفتح مرة في مرة اه بيجي لي حد مثلا شعرها ضعيف فافتح لها على طول او ما عمل لهاش اللون لأ بنوض مع بعض وبنتفق اللي احنا اللون هيجي معنا على كزا مرحلة علشان برضو اللي احنا نحافظ على الشعرية تمامي؟ تمام تدر بقاتي اقربت تخلص انا حابب بقى اللي انا اعتمد على الطرحة ان الطرحة ما تبقاش طرحة تقليدية انت دي عم تعملها في يونكا؟ اه يعني ممكن مثلا نعمل حاجة كده هم تبقى مثلا دي حلوة مش دي حلوة ومش هتعوق العروسة في الحركة في الفرح خالص ده كمان كان فيه مشكلة لطرحة طويلة كان ممكن ساعات حد بيدوس عليها تطقطها ايوة ايوة تمام كده هو ده اللي بنتكلم فيه لأ وغير كده كمان فيه ممكن ايه الطرحة يعني هي كده عاملها وغده شكل اوكي ممكن احنا نشيل الطرحة اديتنا شكل تاني مختلف يعني طبعا انت فاهمة العروسة لازم لازم تظهر قوي اللي هي عروسة يعني في اليوم دوت هو يوم العمر او او انت فاهمة لازم الطرحة ولازم فاحنا مش هنلغي الطرحة خالص يعني دي الحاجات المبتكرة بس ما فيش مانع برضو من الطرحة طاعة زمان لان الحلم بتاع كل عروسة ما بيبقاش من وهي صغيرة بتبقى الشكل الطرحة ده كلنا بيبقى نفسينا في الطرحة الطويلة اللي احنا متعودين عليها بس دي لو عروسة عايزة تغيير وتبقى حاجة مش تقليدية ممكن تعمل شكل والحاجات دي بتبقى مطلوبة اكتر انت فاهميني يعني بصي مثلا ممكن الطرحة تبقى كده حلوة انت فاهميني حاجة بسيطة في نفس الوقت هنشيلها انت فاهمها انت لازم تعمل بروفات كتير عشان نشوف شكل الحلق مع الطرحة مع الميكب على طول وفي نفس الوقت مش هتقع يعني فيه بيشتكوا ويقولك الطرحة اه يا دوبك اول ما بخش الفرح في شوية بيلاقيها سيئة اتمنى انت فاهمها فاحنا بنحاول ان احنا نقالج الموضوع دوت طب ونجرب بلتاج بقى هتجرب الاول الطرحة دي اول بك حاجة تاني فيه مثلا كده طب قولي يا حامو بقى بعيدا عن العروسة قصات الشعر المؤدى سنادي ايه في الشتا برا همه في الشته المستحب قوي وان الشعر قصير بس على ديجرة đi także سمع محلقة القولة المستحب فى الحاجات الاستمرار شعر قسير وعلى ديجرادية وفي القصات عامتا عموما الديجرادية بكل أنواعه موضة قوي قسير طويل بس ديجرادية ديجرادية جدا قوي لكي يجب أن تقل وحركة الشعر هو موضة جدا يعني الفترة داية يعني إحنا بنا إحنا ممكن نلف بهبة شوية عشان نشوف شعرها من وراء ممكن بس تمام كده يعني أنا بوريكي برضو الطرحة يعني بشكل دي برضو مبتكرة جدا آه يعني برضو بشكل أنت فاهماني بشكل مختلف يعني أنا حابب يعني أنا حابب لأنا إيه أغير في شكل الطرحة شوية يعني الشكل التقليدي بتاعنا أوكي موجود وطبعا عمره مع حد يستغنى عنه طبعا انت فاهماني بس في عروسة بتبقى حابة تغيير أيوان باش عايزة تبقى زي حد بتبقى هي نفسها فكراها مختلف بيحبوا أيوان زي ما بقول لك كده بيبقوا حابين مختلفين وأخلي بالك أغلبية العريس الفترة دي عايزة تبقى مختلفة يعني اعمل اللي انت عايزه طلعني مختلفة وخلاص فاهماني دي ما تقعش برضو الطرحة دي لا خالص ودي بقى معها تاج ولا ما دي مش مستحب ان يبقى معها تاج والله يعني بصي يعني ممكن اه يبقى فيها تاج بس هي الطرحة فيها شغل انت فاهماني فاحنا فيها حركات ايوان اه انت لسه بتكمل الحركات وانت افتقرت جدي اه كده فعلا مش محتاجة تاج انت عملت الحركة بالطرحة انت فاهماني كده انت فاهمتي ام ممكن بقى احنا ايه يعني مثلا مع الفستين انت فاهماني ديت مثلا انت بقى بشكل انا سوري ام فاهماني طب قولي محمد لو العروسة عايزة لطرحة طايتها و Krankenطاق تبقى الطرحة التقليدية قولي الطرحة العالية بتليه علي ايه وشة عروسة وجسم عروسة برضو والطرحة هي بتبقى نازلة شوية تحت الشنيون بتليه علي انه عروسة هي الطرحة متن بتليه علي ايه حد على اي عروسة وبالذات الطرحة اللي انت بتقولي عليها دي بتبقى عالية قوي دي عادي تبقى على أي عروسة بس اللي بيحكمك هنا تسريحة الشعر مهميني انت لو هنحط الشعر لو هنحط الطرحة فوق يبقى كده مش هنعمل شنيو لأن الشنيو كده مش هيبان مش هيبان خالص هتبقى الفكرة كلها في الشعر من قدام ففكرة ان الطرحة بتتحطي من فوق أو من تحت فهو اللي بيعتمد بتعتمد دي أكتر على الشنيو طب الشنيو ده لو عايز عمل معها الطرحة تقليدية هعمل الطرحة ازاي الشنيو دوت لو عايز اعمل الطرحة تقليدية احنا شوفنا طبعا سيكريتي الطرحة دي كده خلاص خلاصت الفكرة او من عيني لسه هوريكي حالا عشان عايز اشوف الطرحة بتاعتنا اللي هي التقليدية بالتاج تمام يعني العروسة تجيلك قبل فرحة بقد اي حتى عشان تلحق تعمل بقى الحاجات دي كلها ده مشكلة موضوع صعب جدا لا ولا صعب ولا حاجة لا بس يعني كل حاجة لازم تبقى ماشية مع بعض عشان تطلع في أحسن صورة فتجيلك قبل الفرح بقد اي او تروح لأي مصافف شعر قبل الفرحة بقد اي هو المستحب اللي هو لازم قبل الفرح يعني قبل الفرحة طبعا هي بتبقى يعني مزبطة مع الكوفير اوكي علشان نبدأ شغل انت فهماني في حاجة زي كده لازم يبقى قبل الفرح مثلا بنبدأ بأسبوع لان السابغة لازم تتعمل قبلها بتلات اربعة ايام عن الاقل بتبدأ تعمل طبعا تجهيزات لوشها السابغة تلات اربع ايام بس ما تتصدمش بشكل شعرها لا 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 خلص افرد معجبتهاش لون الشعر لا مفيش حاجة اسمها معجبتهاش لان احنا مش بنعمل حاجة لسه هنعملها نبقى متفقين على كل حاجة انت فهماني وطبعا بقى هنا شغلة الكوفير هو ببقى عارف ايه المتناسب معاها معلوم بشرتها وينفزه فهماني لكن هنا طبعا ما نفيش وقت اللي احنا نعمل حاجة كده يعني اللي احنا نعمل حاجة ولسه ما نجرب بقى لا خالص خالص وبعدين ماشي احنا قدامنا فترة يعني احنا بقى هنا تلات ايام او اربعة ايام فعادي لو اليوم حبنا اللي احنا نغير ما فيش مشكلة فيه وقت اوكي ده شكل عايزين بقى طرحة تقليدية عشان وقتين قرى بيخلص تانيم بصي اي 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 طرحة كده دي حاجة جديدة مثلا ده يبب انا عميق الطرحة نفس الوقت وفي نفس الوقت ظاهر الشنيوء الشغل اللي انا عامله تفهميني ممكن مسلا معي نو حاملين ده عايز ايه بروش ده ايه المشت ده ممكن ده ايه بيبقى ثابت ما يتحركش اه بيبقى ثابت على كده طب احنا ممكن هبة بس تلف شوية كده ايه تمام ما لبسناش تايج ومعملناش الطرحة التقليدية واحنا خلاص وقتنا بيخلص طيب احنا ممكن ايه هو خلاص وقتنا خلص فعلا تمام هو دوت المفروض يبقى الشكل ايه طبعا هعمليك حاجة كده على السريع احنا خلاص يحموا وقتنا يعني خلاص بيخلاص مش نلحق نعمل الطرحة التقليدية بس اللي احنا يعني شفنا منك النهاردة يعني حاجات جميلة جدا واي عروسة اكيد استفادت لما شفتك النهاردة مرسي لك يا حمو وكان معنا مصافة في الشعر حم ومحسن واكيد كل عروسة شفتنا استفادت من النصائح اللي ادهالنا حمو من تسريحات الشعر اللي شفناها معاك ممكن اشكر تفضل ممكن انا بشكر حضرتك طبعا مرسي وبشكر طبعا مع الدين البرنامج مرسي وحبيبي لنا اشكر مصمم الازياء محمود غيلي واشكر طبعا ميكاب ارتست اسمت ديب اللي طبعا كل الناس اللي ساهموا معي النهاردة في العمل مرسي لك مرسي لك يا حمو مرسي لك يا هبة نورتنا النهاردة مرسي مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا بس الاسم كمليم معك بقى فقرات نهارك سعيد اشتركوا في القناة